تعيينات ميليشيا الانقلاب في السلك القضائي خطوة جديدة من خطوات السير نحو تأكل الدولة اليمنية ومؤسساتها التي أصبحت هشيما تدره الرياح من ليلة الحادي والعشرين من سبتمبر إلى قرارات التعيينات في القضاء التي حملت توجها سلاليا لملشنة القضاء الجمهوري وزارة العدل في الحكومة الشرعية طالبت بوقف التدخلات في المحاكم والنيابات بالعاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا ووقف التعيينات والتنقلات والانتدابات القضائية والإدارية حتى تتوقف الحرب تلك المطالب لم ولن تجد لها آذانا صاغية بالنسبة لانقلاب لم يعترف بالشرعية الوطنية التي انقلب عليها ولم يلتزم بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 متابعون يرون أن مخاطر استمرار هذه التعيينات على السلك القضائي والتوظيف السياسي والسلالي للقضاء من شأنه أن يقدم القضاء كتطهير لجرائم الانقلاب التي لم تتوقف منذ دخول عربة الديناميت إلى صنعاء قادمة من صعد وعمران تصريحات وزير العادل في الحكومة الشرعية بأن الحكومة لا زالت مستمرة في صرف رواتب السلك القضائي إشارة إلى إسباغ شرعية على القضاء الذي حكم بالإعدام على الرئيس الشرعي ويحاكم شباب الثورة بتهم سياسية وهية الغام الميليشية في القضاء اليمني فصل من فصول اجتياح الدولة والمجتمع منذ انقلاب أيلول الأسود الذي يصادف شهر سبتمبر العظيم التعينات السلالية في المؤسسة المنوط بها حماية آخر ما تبقى من العدالة في حدها الأدنى المتمثلة بالعدالة الجنائية التي يبدو أنها الأخرى ستذهب إلى أدراج الميليشية التعينات القضائية في مناطق سيطرة الانقلاب تزيح الستار عن مرحلة يقول مراقبون إن دلالة توقيتها تشير إلى الضرب على عظام العدالة